يقول الكتاب المقدس العربية لم يكن لهما منزل المقصود أن يوسف ومريم مش مقطعين من سجرة فعندهم عيلي وهاي العيلي كلها من نسل دقود وطبعا عادة الأقارب بروحوا بناموا عند العيلي وهذه العادات القديمة القديمة اللي بتعبر عن الشرف وعن الكرم وعن النبل وعن الشهامة أيضا بس لاحظ أنه كم من الأعداد الغفيرة بسبب أمر أغسطس قيصر لازم يكونوا في بيت لحم مريم حامل في الساعات الأخيرة طبعا والبيت مليان ما طبعا لا يصح أنه تولد في مكان تواجد الناس وعادة في كل بيت في ما يسمى فناء اللي بيكون بجوار البيت وعادة هذا الفناء بيكون عبارة عن مخزن أحيانا بيكون مغارة وهذا شيء متعارف عليه في تلك المناطق حيث بيعملوا تخزين للحبوب والفواكه المجففة وزي مخزن يعتبر مخزن ولأنه كان فيه مذود فطبعا في الطقس الماطر لما بينزل المطر إذا عندهم حيوانات بدخلوا الحيوانات إلى هذا المكان جميعا بيكون مخزنة جميعا بيكون مخزنة بيكون مخزنة لأننا من المخزن لأنهم نحن نفسها في بيكون مجفن لأنهم لا يكون لديهم في المناطق لأنهم لم يكتفهم لأنها لا يكون لا يتحدث في المناطق في المناطق إنما فقط مريوانا مريوانا جميعا بيكون مستعد في رحب المناطق جميعا في المناطق بيكون مخزنة تصبح ذكر من carreل المناطق ديقين لما the law مفذنة لإيجري لديه على مرحظ Luke wants us to understand that Mary and Joseph are part of a Jewish community and this community is waiting for the fulfillment of the promises of God to Israel Why would we read it any other way?